جيمي أوليفر أثناء تقديم كتابه الجديد في برلين فالطاهي البريطاني هو أكثر من غير طريقة الطبخ منذ بداية الألفية وذلك دون أن يحصل على الجوائز الشهيرة المعروفة في هذا المجال ليس ضروريا أن تحصل على جوائز جومي أو مشلا لكي تساهم في عالم الطبخ أنا شخص يحب الأكل التقليدي البسيط الذي يمنحك شعورا جيدا غير أنني لا أسعى للتحكم بالطبيعة ولا أحب تغيرها أكثر من اللازمة أنا أستمر في البحث عن المكونات وعملية التبضع تأخذ مني وقت أكثر من التحضير ببساطة أنا أعشق الطبخ أصدرت جيمي أوليفر نحو عشرين كتابا في مجال الطبخ وآخرها يدور حول التغذية الصحية أو ما يسمى بـ Superfood حيث عمل على تطوير مواد غذائية صحية للغاية وقام باختيار مكونات الأكلات بحيث تتناسب مع بعضها كثيرا ويسعى إلى تهيئة وجبات صحية تحضيرها بسيط وإن كان هذا الاتجاه ليس جديدا تماما يوجد هذا الاتجاه منذ خمس أو عشر سنوات لكن لا أحد باستطاعته إيصال الخبر على أوسع نطاق مثلي عن طرق مائتين وعشرين منتدى للتواصل في مائة وعشرة بلدان يمكن للمرء أن يتهمني أنني مقلد غير أنني لا أتبع أحد بكل صدق أنني أستلهم أفكاري من الحياتي ومن تجربتي لكنه تقدير لكل الذين يعملون في مجال التغذية الصحية منذ السنوات الأخيرة أنا أتبع هذا الاتجاه وأروج له بسرور على أمل كسب الملايين من الناس لهذا الأمر بلغت جيمي أوليفر في هذا العام سن الأربعين وجمع خبرة عقدين من الزمن تقريبا ولد في مقاطعة أسكس الإنجليزية وبدأت علاقته مع الطبخ في حانة والده وكسب الشهرة الأولى في سنة 1999 عن طريق البرنامج التلفزيوني The Naked Chef وهو في الرابع والعشرين من عمره كان يقدم برنامجا للطبخ يختلف كليا عن البرامج المعروفة في ذلك الحين وأصبح كتابه الذي يحمل نفس اسم البرنامج من أكثر الكتب مبيعا في جميع أنحاء العالم ما حدث قبل نحو 17 عاما لم يكن طبيعيا كان نجاح البرنامج منقطع النظير في ألمانيا أيضا كانت لحظة مميزة ساهمت في ظهور جيل جديد من الطبخين كان يغلب عليهم طابع طبيعي وانثوي بعض الشيء وبسيط بحيث شار المشاهد وأنه في منزله وليس في مطعم وبدو الحوار مع الناس كان شيء الأهم في حينها اليوم أصبحت شهرة جيمي أوليفر منتشرة في العالم بأسره فإلى جانب العديد من كتبه في مجال الطبخ فإنه يشرف على قناوات عديدة في موقع يوتيوب مع ما يقارب مليوني مشترك كما أن المجلات وأدوات المطبخ والمطاعم تحمل اسمه يختفى بجيمي أوليفر كنجم شعبي لكن في مجال الطبخ نظم معاونه هذا العرض في لندن بمناسبة عيد ميلاده الأربعين ونجح جيمي أوليفر في إزاحة الخوف من الطبخ عند الكثيرين في السابق كانت صورة الطبخ مرتبطة بأناس متقدمين في السن وأعتقد أن جيمي أوليفر سهم في تغيير هذه الصورة وأطفال طابعا شببيا مرحا على هذا المجال جعل الناس يشترون كتب الطبخ من جديد والشباب يليجون هذا المجال كما أنه يروج للتغذية الصحية في المدارس ولد الأطفال وأعتقد أنه قام بمساهمة كبيرة في هذا المجال وهذا أمر مهم جدا لجيمي أوليفر أربعة أطفال ويخصص وقتا كبيرا للتغذية الصحية ففي عام 2005 قام بحملة تغذية أفضل للتغذية المدرسية ومنذ 2015 يكافح ضد تناول السكرية بشكل زائد لقد غير العالم بشكل كبير في العقود الأربعة الأخيرة في مجال التغذية وطريقة الترويج للأكل إنهم يقدمون لك واجبات في كل مكان وتسعة من عشرة منها سيئة لجسمك المهم بالنسبة للأطفال اليوم أن يتعلموا شيئا عن التغذية الصحية في المدارس وذلك منذ عمر مبكر وفي ألمانيا أيضا يحتفل بالطباخ البريطاني كنجم للبوب لكنه يعتبر نفسه نجم الطبخ لا البوب فهو طباخ مشهور دون الحاجة إلى نجوم